رعى الإرشمدريد خريستوفوريس حداد الرئيس الروحي للصلط والفحيس الاحتفال الذي أقامته جمعية الشبان المسيحية طريق المطار بعمان بمناسبة يعيدي رفع الصليب المقدس واجتمل الحفل الذي حضره جمع من الأباء الكهنة والشمامسة ورئيس الجمعية عمر الزرو وعضاء الهيئة الإدارية والعامة وحشد من المؤمنين من مختلف الرعاية على أمسية تراتيلة قدمتها جوقة رقاد السيدة العذراء في المفرق ومباركة الثمار الرمان وبعدها إشعال النار في ساحة الجمعية على وقع معزوفات مجموعة كشافة ومرشدات كنيسة القديس نقلاوس ماركا هذا الاحتفال الذي تعودنا عليه في كل رعايانا وفي كل مؤسساتنا المسيحية أن نحييه في كل عام بهذا الوقت إحياء لرفع الصليب المكرم اللي هو فخرنا وعزنا وأساس إيماننا نحن المسيحيين لأنه من خلال الصليب تم الخلاص للعالم بسر الفداء اللي تم من رب يسوع المسيح على خشبة الصليب الصليب بنسبة لنا هو قوة وفخر واعتزاز وهو أيقونة المحبة الإلهية اللي فيها ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أعاد للطبيعة البشرية مكانتها الأولى في الفردوس نشكر ربنا على هذا اللقاء وعلى هذا الاحتفال وربنا يبارك الجميع وكل عام ونتو بخير الصليب يحميكم دائما كل عام ونتو بخير كل عام ونتو بخير بمناسبة عيد رفع الصليب المكرم إحنا صراحة متعودين تقريبا سنويا أنه نشارك باحتفالات عيد رفع الصليب المكرم في نادي الشبان المسيحيين وصارت زي شراكة دائمة بيناتنا مربوطة بالمحبة وبالتعاون ما بين الجمعية وبين جوقة رقاد السيدة العدراء قدمنا مجموعة من التراتيل نالت استحسان الجمهور وكانت تحتوي على باقة مميزة من التراتيل منها تقاريد الصليب ترتيل تخلص يا رب شعبك بالإضافة لطرباريات أخرى نتمنى أنه دائما نكون موجودين معكم ونشارك بهاي الاحتفالات ونتشكر كثير قناة النورسات والقائمين عليها ومنخص بالذكر الدكتورة باسم السمعان على رعاية هذه الاحتفالات كل سنواتم سالمين نعاد عليكم بالصحة والسلامة إحنا كجمعية شبال مسيحية صرنا بنقيم هذا الاحتفال هو احتفال عيد الصليب من سنوات سابقة بأيام مجاحة كورونا ما قدرنا نقيمه للظروف الوبائية هو خلنا نقول كذكرة لا الاحتفال كل سنة بنعمل فيه كانوا قائمين عليه الهيئات الإدارية السابقة وهو استمرار طبعا هو له مغزى ديني ولكن احنا بندعي الكل عليه عشان نرجع نرتبط صراحة بالصليب وبقيمنا وبعاداتنا